أما سيد المالكي لا انزعج كثير من هذا الأمر من السيد السوداني انزعج كثير وحسب ما وصل أنه طلب من عدة أنه يستقيل السيد المالكي طلب من السوداني أن يستقيل طلب من عدة أنه الاستقالة أفضل واجراء انتخابات مبكرة وانهاء هذا الأمر لكن تعرف القادم الشيخ قيس وغيرهم وراها الشيخ قيس وروح باع قناة العهد وشوف شون غيرت عالية 360 درجة لأنه كنت لا تصادقون اش قد دعمت السوداني خلال تلك الفترة ايه صحيح تفاجعوا وهذا يدل على أنه كمية المعلومات اللي كانت شبكة محمد جوحي خلتهم ينقلبون هيك انت فاديوم انت داعم استاذ حيدر ووقفوا يا بكرشي واجه أنا جيب لك أدلة أقول لك واجيب لك أنا أدلة لو مو رئيس وزراء انا أجيب لك أدلة أقول لك يا با شوف حيدر شمسوي عليك وكذا هذا بتنقلب عليها 360 درجة يعني هو أن السيد السوداني شمسوي الإطار أو صادقون بتحديد جماعة العصاد يعني تحليل الآن اليوم أباوع شيقيس الخز علي وكتلة الصادقون وقفت مع السيد السوداني لم تقف ممكن كتلة السابقة مع رئيس وزراء الانقلاب الذي يصير هسة والتصريحات التي يصير تبين عدم الرضا وأيضا نوع من الندم منه الانسحب من الاجتماع من الندم اللي رفض يكمل الاجتماع والله يقولون شيقيس شيقيس اللي هو كان أكبر المستائين من هذا الموضوع وغاضب جدا يعني طبعا لأنه الثقة من تطيها الشخص وبعدين يعني توصل معلومات غير شكل يعني تمدح